السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث ثانوي الصناعي قسم التركيبات والمعدات الكهربية مرحبا بكم في إحدى حلقاتنا مادة الآلات الكهربية والوقاية من قناتنا قناة التعليم الفني بالتلفزيون المصري أبنائنا وبناتنا سنكمل مع بعض النهاردة باب الموالدات الكهربية في مادة الآلات الكهربية والوقاية فلاشباك على ما شرحنا في الحلقات السابقة كنا خدنا في بدايتنا الموالدات التوافقية تعريف الموالد وقلنا بيعتمد على نظرية قانون فرضاي للموالد وهنفكركم بيها بس كده مع بعض حتى عملنا بحركة يدينا إذا قطع يعني حركة موصل ساحة مغناطيسية تتولى قوة دفع كارابية تكون أكبر ما يمكن لما يكون زود القاطع تسعين درجة قلنا من العوامل توقف على استنتاج القوة دفع كارابية في موصل الحركة وطول الموصل والمجال المناطيسي خدنا كمان أن الموالدات التوافقية لابد لها من آلة مديرة خدنا أربع أنواع في منهجنا هذا العام وقلنا في بعض الأسئلة كيف تتنوع الموالدات قلنا حسب القدرة التصميمية زي قدرات موالدات السد العالي ثم أو قدرات مواتير أو موالدات العربيات وقلنا كمان من نوع الطيار المتولد سواء متردد أو مستمر قيمة التردد موالدات اللي شغالة هنا غير اللي شغالة في بعض الدول على تردد معي تردد جمهورية مصر العربية ربنا يحميها دايما خمسين زبزبة على السنة خدنا كمان يفضل أن يكون المنتج والعضو الثابت أو علل أو علل يفضل أن يكون الأقطاب والعضو الدائر أو ما هي مميزات المنتج الثابت في الموالدات التوافقية يعني هنقول اثنين مع بعض كده اللي هي سولة أغض الأطراف والحصول على قدرات متبينة التوفير في حجم حلقات الاندلاق عدم تعرض الملفات لقوة الطرد المركزي الاتزان الكهروداناميكي للآلة خدنا نعين من الأقطاب قلنا الأقطاب يبارى عن أقطاب بارزة وأقطاب غتس تركيب المولد كنا بدأنا من أي آلة في الدنيا عضو الثابت وعضو داير الجهاز كلمة جهاز تعني زي جهاز التلفزيون لحضراتكم تفرجوا عليه ليست به أجداء متحركة أما كلمة آلة فهي فيها أجداء متحركة فالمولدة التوافقية من الآلات يبقى فيه جزء ثابت وجزء متحرك قلنا المنتج يفضل أن يكون المنتج ويتركب منه الهيكل الخارجي قلنا يصنع من أي وظيفته ثم رقائق العضو الثابت ثم ملفات العضو الثابت والملفات كلنا عارفين أنها تصنع من النحاس الأحمر وقلنا لابد إذا كانت ثلاث أوجه تكون موضوع على زاوية تمام؟ فينا اسم ذاكرة مئة وعشرين درجة بدأنا نشرح الأقطاب والأقطاب البارزة والأقطاب الغاطسة وصلنا لهذا الكلام ثم كمان خدنا فيها طرق التغذية وممكن نشرح كمان طرق التغذية للمرة التانية إن شاء الله لأن هي مهمة جدا بارتباطها مع مادة الرسم الفني كنا وصلنا أبنانا بناتنا إلى نقطة مهمة جدا في التركيب ألا وهي السياخ الإخماد أو ملفات الإخماد سنركز فيها شوية لأنها مرتبطة بأبواب المنهج الثلاثة موجودة ملفات الإخماد أساسية في المولدات ثم في المحرك التوافقي لبيت الحركة ثم في المحرك التنافري الاستنتاجي لتحويل المحرك التنافري إلى تنافري استنتاجي ما هي ملفات الإخماد وأين توضع وما هي وظيفتها ملفات الإخماد أو أسياخ الإخماد هي ملفات أو أسياخ من الألمونيوم أو النحاس توضع أسفل حذاء القط وتقصر على نفسها من الناحيتين أي لا تغزى بأي طيار لأنها مقصورة على نفسها نولا تالي هي أسياخ من النحاس أو الألمونيوم في بعض الحالات أسفل حذاء الأقطاب وتقصر على نفسها بحلقتين قصر من نفس المادة وليس لها أطراف ولا تغذى بأي طيار طيب الكلمتين دون أولهم للمرة الثالثة تعالوا نشوف شاشتنا في شاشة قناة التعليم الفني جايبها لنا إزاي على الشاشة ملفات الإخماد تصنع من قطبان من النحاس وتوضع في مجاري بأحديث الأقطاب ثم تقصر من الأطراف بقطبان نحاسية مكونة مكونة قف السنجاب وفائدة هذه الملفات فائدتها إيه؟ واحد تلاشي تأثير رد فيها العضو للسنتاج اتنين إخماد الاهتذاذات التي تؤثر على سرعة التذامن في المولدات ثلاثة تستخدم عضو دائر قف السنجاب لبدء حركة المحرك التوافقي في حالة استخدامه الآلة المحركة يبقى ملفات الإخماد من الأجذاء المهمة جدا في منهج هذا العام إيه رأيكم في مقارنة بين العضو الدائر قف السنجاب العضو الدائر لزول أقطاب البارزة والعضو الدائر لزول أقطاب الغاطسة لو نشرحها ما بعد احنا شرحناها في الحلقة السابقة وهنقول مع بعض كده مراجعة سريعة لأن المقارنات في منهج المولدات التوافقية أو في منهج الآلات مهم جدا الأقطاب البارزة وإحنا قلنا كلمتين يا رب حد يذكرني بيهم الأقطاب البارزة افتكر على طول مولدات السد العالي تعالوا نقولها كده ربنا يحمي بلدنا يا رب السد العالي من المشاريع المهمة جدا 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 أيام الستينات ويمكن رفعت مصر في مكانة عالية جدا في الطاقة الكهربية السد العالي قدراته تبقى ايه صغيرة ولا كبيرة لا قدرات كبيرة يا فاند يبقى أنا عندي هنا عدد أقطاب تبقى ايه كتيرة تعالوا نقولها بقى كده على كلمتين دون الأقطاب البارزة عدد أقطاب كثيرة رفع معها ايه سرعة بطيئة تناسب عكسي كل ما زالت الأقطاب كل ما الأقطاب قلت تمام يبقى هنا الأقطاب كثيرة سرعة بطيئة حجم كبير رفعلي قطر محوري كبير وطول محوري صغير الثغرة الأوائية منتظمة لا ده حجم كبير بقى غير منتظمة طب هيحصل صوت وصفير موزج اه ده احنا بنروح السد العالي يبقى الصوت ايه يوحد السفير موزج هروب معناطيس كتير ايوه هروب معناطيس كتير سؤالي لحضرك الآلة المديرة ايه طاقة الوضاء ده المساقة المياه بتاع السد العالي برافعليك انت جبت بنود المقارنة انقل على الاقطاب الغطسة عدد اقطابه اه قليل يبقى صرعة عالية تمام ثغرة واية منتظمة ده دينامو العربية تمام القطر المحوري صغير رفعليك يستخدم الآلة المديرة اللي هو الحيدروليك او التربيني بخاري تمام قدراته لا صغيرة السد العالي قدرات كبيرة احنا قلناها كده مع حضركه بكلمتين لبلدنا اللي هي مولدات الطاقة الكاربية في السد العالي صح؟ صح تعالوا بقى شاشتنا الجميلة في ناس متخصصة على طول سوف يطلع لنا المقارنة بجدول حضركه تقروا الجدول لان احنا مش هنمر عليه احنا قلناها على الشاشة ولا نقوله مع بعض طب هنقول عضو دير زو اقطاب برزة وحضركه تكتبوا الغاطسة معها مولدات زو الاقطاب البرزة يستخدم في مولدات السرعة البطيئة صح يدار موصل التوربينات مائية تمام؟ يحدث صفير موزج اثناء الدوران عدم انتظام الثغر الهوية بين العضو الدائر والثابت تهوية غير منتظمة ومعرض عدم الاتزان قطر المحوري كبير وطول المحوري صغير تماما تقريبا الناحي الثاني الاقطاب الغاطسة هنشوف مع بعض هنا جزئية تانية في الشرح ودي اللي احنا قلناها نشرحها تاني علل تغذى ملفات الاقطاب للمؤلد التوافقي بطيار مستمر احنا شرحنا هذا السؤال في حلقة الرسم الحلقة السابقة وان من الحاجات المهمة جدا تغذى ملفات الاقطاب بطيار مستمر في المؤلدات الطيار متردد للحصول على مجال سابط القيمة والاتجاه ودي بالنسبة لنا لابد ان تعطي هذه الملفات قطبية متعاقبة اي شمالي ثم جنوبي ثم شمالي ثم جنوبي ولذلك تواصل هذه الملفات على التوالي تغذى ملفات الاقطاب لمؤلد طيار متردد بطيار مستمر للحصول على مجال مناطيسي ثابط القيمة والاتجاه وايضا القدرات الكهربية المتعاقبة وتواصل هذه الملفات على التوالي للحصول على قطبية متعاقبة يعني شمالي ثم جنوبي ثم شمالي ثم جنوبي وهكذا طيب طرق التغذية هل جميع المؤلدات واحنا شفنا بقى هنا المقارنة تغذى بطريقة واحدة لا طبعا في عندك هذا العام وعند حضرتك هذا العام اربع طرق للتغذية التغذية الخارجية التغذية النفسية التغذية المركبة التغذية بدون فرش الكلام ده خدنا في الحلقة السابقة لمادة الرسم الفني تعالوا نشوف مع بعض التغذية الخارجية مميزة توايبها التغذية النفسية مميزة توايبها التغذية المركبة والتغذية بدون فرش نشوفها بعد كده اول حاجة بالنسبة لنا كيفية توصيل ملفات الاقطاب على التوالي لانتاج قطبية متعاقبة شمالي جنوبي شمالي جنوبي بالشكل زي ما احنا شايفين بهذا الشكل تعالوا بقى هنا نقول مع بعض التغذية قلنا الاربع طرق ادي اول واحدة اللي هي بنقول عليها التغذية الخارجية التغذية الخارجية يعني مصدر خارجي طب نقولها ازاي مصر عشان نقرفها اقول لحضرتك متور العربية في بطارية ولا لا طب في دينامو الجنريتور بتاعنا البطارية بالنسبة لملفات الاقطاب اللي في الدينامو بتاع العربية اسمها تغذية ايه خارجية تغذية ايه خارجية مرتبطين بالمتور كالة مديرة للدينامو احنا لا بود ان يكون عندي اهلا مديرة طيب التغذية الخارجية في الدينامو بتاع العربية بينور اربع كشفات صح صح هو دي قدرته لو انا شغاله رو تمزود تمن كشفات البطارية هنا هتحس بالتغير في الحمل ده ان انا زودت الحمل لا مش هتحس بكده معنى ذلك ان طيار التغذية غير مرتبط بطيار الحمل هو بيدي لك قيمة سبعين امبير اتنشر فولت يعني الحمل منفصل عن التغذية ودي احدى العيوب ان هنا طيار التغذية غير مرتبط بطيار الحمل من التغير سواء الحمل زاد او الحمل قد تمام دي التغذية الخارجية وزي ما شفناها كده على الشاشة لها بطارية مولد تير مستمار المهم انها هتكون خارجة عن نطاق المولد اللي انا هشتغل عليه دي اسمها التغذية الخارجية عيوبة ايه التغذية الخارجية هنقولك عليها دلوقتي عيوب التغذية الخارجية نتيجة لكبر طيار التغذية في المولدات الكبيرة يلزم وجود عدد كبير من الفرش على عضو التوحيد مما يوديد من المتاعب صيانة عدز عضو التوحيد الاستجابة للتغيرات المطلوبة من طيار التغذية تبقى لتغير الاحمار اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها لا تتحقق فيها صلاحية الاداء لمدة كبيرة من الزمن اذا تم تركيب المغذي على نفس المحوى التغذية النفسية وده اللي احنا قلناه في الحلقة السابقة في مادة الرسم التغذية النفسية في شرط قلناه فاكرينو نقولناه في الحلقة السابقة في الرسم لابد من وجود مغناطيسية مغناطيسية متبقية في ملفات الاقطاب هشغل المغلد مفيش تغير تغذية بسفر هاعتمد على وجود مغناطيسية متبقية مجال مغناطيسي متبقي في ملفات الاقطاب هينتج مجال مغناطيسي صغير جداً يعبر الصغير اللوية فيقطع ملفات المنتج واللي قوة دفع كاربية مترددة تأخذ هذه القوة دفع كاربية المترددة الصغيرة تمرر على الموحدات ثم تغذى ملفات الاقطاب مرة اخرى معنى ذلك ان انا لابد ان تكون الاقطاب تقريباً هنا سابتة تعالوا نشوف مع بعض التغذية الذاتية او النفسية نركز بقى كده مع بعض ادي ملفات المغازي ملفات مغالي الطيار متردد و ادي الطيار المستمر اللي هيغزي ملفات الاقطاب خب بالك انا جاي بطيار ايه متردد يبتل يمر على عضو التوحيد يغزي ملفات الاقطاب باعتمد على وجود المغناطيسية المتبقية في ملفات الاقطاب والنوع ده شائع الاستخدام تدير جداً في الحال العملية بس قدراته بتبقى صغيرة جداً لها التغذية الذاتية او التغذية النفسية التغذية المركبة بقى انا هبتدي اكبر بالقدرة يعني القدرات تبقى ايه اعلى سنة من دينامو العربية تبقى عايزة مبنى 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 كبير التغذية المركبة تجمع ما بين الاتنين ما بين ايه وما بين ايه ده بين التغذية الخارجية وبين التغذية النفسية الاتنين مع بعض اه الاتنين مع بعض هبتدي ازود قدرة المولد اللي انا عايز استخدمه مثلاً لمبنى مسبيره اللي احنا فيه ده انا عايز قدرة اكبر مش قدرة دينامو عربية او دينامو مركبة مثلاً عربيانة لا ده انا عايز اعلى شوية دينامو في بعض المنازل اللي في السحاري بيبقى عندهم الدينامو بهذا الشكل الدينامو ده بيجمع ما بين تغذية خارجية او المولد والتغذية نفسية تعالوا نشوف رسمتها كده مع بعض هتبقى عاملة ازاي ايه دي احنا شفنا الرسمة دي قبل كده اه شفتها حضرتك في مادة الرسمة الفني يجمع ما بين التغذية الذاتية والتغذية الخارجية ده مولد طيار مستمر مولد طيار ايه مستمر كده يعتبر تغذية ايه خارجية وقادي ملفات الاقطاب الرئيسية واي مولد لابد الى ملفات اقطاب طب ملفات الاقطاب الخارجي يغز самом طريق توحيد الطيار المتردد الى طيار مستمر ومش هذكر ولا أتكلم أقول مثلا أننا حاطت ليه هنا ست موحدات احنا شرحناها في مادة الرسم الفني يبقى أنا هنا أغذي أدور المولد عن طريق تغذية زيتالي المولد طيار مستمر يبتدي هنا ينشئ طيار مستمر يغذي ملفات الأقطاب المولد الرئيسي ينشئ مجال مع ناطيس سيسابة القيمة والاتجاه يعبر الثغرة لوائية ليقطع ملفات المنتج يولد بها قوة دفع كرابية مترددة تمرر على المحولات ثم مقاومة التحكم ثم محول الضغط ده رفع قيمة قبل كل ده بتكلم على طيار متردد يمرر على قنطرة موحدات ست موحدات يتحول من هنا من طيار متردد إلى طيار مستمر لتخزية ملفات أقطاب المغزي وليس المغلد ملفات أقطاب الرئيسي تب ايه الميزة الميزة في النوع ده ابنانا وبناتنا ان انا عندي هنا محول الطيار ومحول الجوت هيحس بأي تغير في قيمة الحمل انا كنت يغزي مبنى من ثلاث دوار ده هيبقى خمس دوار هنا الضغط هيقل الضغط لما يقل هنا مين هيبتدي يشعر به محول الطيار ومحول الجوت يبتدي يزود النسبة في مين في طيار في توحيد الطيار المطرد الطيار المستمر يعلي طيار ملفات أقطاب المغزي تب لما يعلي طيار ملفات أقطاب المغزي قيمة الطيار الخارج من مهل الطيار مستمر تزيد وبالتالي طيار التغزية لملفات أقطاب الرئيسية يزيد وبالتالي القوة الدفع الكاربية تزيد لمواجهة تغير الحمل بالنقص او الزياد تب الكلام ده لو تبسط بطريقها يعني بسيطة شوية انا عندي هنا البيت مثلا اللي بتقعد فيه دورين كويس بتاخد طيار بتاعك او الضغط بتاعك ميتين وعشين فولت يدوقك بينواره حوالي عشرة خمستاشر لمبة تمام؟ المغلد عارف الدينامو متزبط على العشرة لمبة حضرتك بدلا ما تزود عشرة لمبة تحطيت خمستاشر لمبة هنا المغلد انا حطيت له هنا جهاز اللي هو المحاولات الطيار محاولات الجود ابتدأ حس ان الحمل زاد الضغط ابتدأ يقل تمام؟ هتلاقي اللهمة دي بتارد اضايطة ايه؟ هنا محطة التوليد عندك هيبتدي يعمل ايه؟ اه ده انت الحمل هنا زادف عند البيت ده يبتدي يعمل ايه بالنسبة لك او المنطقة دي؟ طيار التغذية اللي هو الطيار المستمر يبتدي يزيد لما يزيد بيزود قيمة قوة دفعة كربية الضغط بتاعك تمام؟ تلاقي اللهمة دي بتاردت ترجع تاني طبعا انا حاليا نكون لها بالعصر التكنولوجي في تطوير المناج ابتدأوا يشتغلوا على دور التحكم وحضرتك من تطوير المناج اللي عمناه اسزتنا الافاضل في تطوير المناج في الوزارة حطين بقالهم تلات اربع سنين او خمس سنين لمادة التحكم منطق المبارمج ومادة الالكتوريات القوة كيفية ادخال هذه الصناعات الحديثة على منهجنا لانتاج او لتخريج طالب قادر على مسيرة سوء العمل بالتطوير اللي موجود يعني الكلام ده كله بيتعمل به دوائر معينة دوائر مبارمج اللي انا بنشرحه بنقول لك كيفية ان انت توازن او تقارن طيار الحمل مع طيار التغذية بالنسبة لك دي التغذية لايه المركبة طب هنتنقل لقدرات اعلى لموالد السد العالي اه ده عايز طيار التغذية يعني كبير جدا هنبتدي نستخدم التغذية بدون فرش تعالوا نشوف شاشتنا كده هتقول لنا ايه التغذية المركبة قدام حضراتكم ثم هنبتدي بقى التغذية بدون فرش التغذية بدون فرش دي رسمة كبيرة احنا قلنا ايه نفتت الرسمة او نفتت المشكلة انا هجيب مولد طيار متردد الرئيسي وبعدين مولد طيار متردد تاني هنبتدي بقى نقف حضرتك بتقول طيار مستمر وطرق التغذية طيار مستمر وشرحتها لنا ايه بقى الحكاية دي بجيب مولد طيار متردد ذو قيمة صغيرة بالنسبة لطيار التغذية قيمة كبيرة طب لو شرحناها بطريقة ابسط من كده حاضر مولد السد العالي ربنا يحمينا بلدنا على طول لو قلنا على سبيل المثال ميت كيلو فولت مولد الرئيسي هجيب مولد طيار تغذية طيار متردد برضو عشرة كيلو فولت تقريبا العشر في مشكلة كده طيب الاتنين طبعا مرتبطين على قلة مديرة واحدة او الكل واحدة طيب طيار التغذية ده لو طيار متردد عشرة كيلو يديني طيار تغذية ايه كبير يديني هنا ميت كيلو فولت صح طيب ده له ملفات اقطاب وده له ملفات اقطاب كده وصلت قال لسه مشتغلتش ملفات الاقطاب اللي في النص للمولد الرئيسي تتغذب طيار ايه مستمر يبقى هنا احط دايرة ايه التوحيد بربه عليك طب المولد الصغير اللي انا سميه المولد المغازد ده طيار متردد ملفات اقطابه برضو تتغذب طيار مستمر بربه عليك يبقى هي دايرة كاملة بدون فرش تعتمد على منظمات الجهد والتغذية منظمات الجهد والتغذية ودوائر التوحيد الالكترونية عرفنا بقى منهجنا بيطور التطور ازاي العلمي تعالوا بقى نشرح الكلام ده على الشاشة ده المولد الرئيسي الدينمو بتاع اللي هو مولد السد العالي وادي ملفات اقطابه لاحظ كده متصل بداية للتوحيد واخد من مولد طيار متردد هسميه المغزي طيب المولد ده لهم ملفات ايه اقطاب رفو عليك اقول له تتغذى منين من منظم جوت من دايرة توحيد اخرى طيب دي جاي يا منين قال لي من خارج المولد الرئيسي من خارج المولد الايه الرئيسي تغذية زي بيقولوها كده بالبلدي منها فيها واخد طيار متردد معامل له عاملية التوحيد مغزي ملفات اقطاب المغزي الداني اخوة دفع كرابية طيار متردد خدتها بكمية كبيرة شوية مررتها على دايرة توحيد كبرت شوية بتاني تغزي مولد الرئيسي دي طبعا بتستخدم في المولدات ذات القدرات العالية لان الصيامة بتاعتها بتبقى بسيطة لانه عبارة عن دايرة توحيد دايرة ايه التوحيد اللي هي التغذية اللي احنا قلنا عليها بدون فرش واللي موجودة على شاشتنا قدام حضر اكو بالشكل ده طيب التغذية اللي هي بدون فرش زي ما قلنا هي ظهرت معنا تاني هاي حنبتلي ناخد حاجة تانية خالص اللي هي هنقول عليها معادلات الرياضية ودي نصح صح فيها كده ان دايما في اي امتحان لابد ان يجي لك سؤال عليها يعني من بدايتها كده اسئلة امتحانات لا مش من بدايت احنا بننبه وحضرتك المنى كله هتذكره ما هو عرف معامل التوزيع مع ذكر الصورة الرياضية له ثم اذكر مزايا توزيع الملفات والمجال عشان اخليك تفهم هذا الكلام عايزك بس تسمع قانون فرضاي او تشوف احنا بنطبعه ازاي اذا قطع موصل ساحة مغناطيسية انا قلت موصل ما قلتش عدة موصلات صح تمام طب لو عندي عدة موصلات كتيرة ينفع تتحط في مجرى واحدة لا طبعا ده حجم المجرى هيبقى كبير جدا والهروب المغناطيسي كمان هيبقى كبير طب ما هتعمل ايه قال لي هوزع الموصلات على عدد من المجاري ده اللي احنا بنشوف في الحال عمل ايه هو ده معامل التوزيع ده مميزاته وايه عيوبه صغرنا حجم الالة قال لي النهروب المغناطيسي اه بس الصغر الرياضية بتاعته ايه هو ايه معامل التوزيع هو النسبة بين محصلتين المجموعة الاتجاه القوة الدفعة الكاربية والمجموعة البياني لها المجموعة الحسابي لها في جانب من الملف جانب واحد من الملف تعالوا نشوف كده على شاشتنا هتعيد الكلام اللي احنا والنافدية معامل التوزيع هو النسبة بين محصلة المجموعة الاتجاهي للقوة الدفعة الكاربية الاس المتولدة في موصلات الوجه الواحد الى المجموعة الحسابي لها لهذه القوة اي ار معامل التوزيع الدي اف بيساوي المحصلة الاتجاهية على المجموعة الحسابي تعالوا بقى الرموز هنفتح نبتدي ناخد بالنا كويس قوي الدياف بيساوي صين اس بالف على اثنين شرطة كسر كبيرة على اس صين الف على اثنين المميزات ليه انت بتوزع الموصلات على عدد من المجاري واحد تحسين شكل الموجه الجايبية للقوة الدفعة الكاربية المستنتجة اثنين سهولة فقد الحرارة الملفات بالاشعاع وعدم سخونة المنتج رقم ثلاثة صغر حجم المجرى السؤال البعد كده سؤال زيه عرف معامل الخطوة مع ذكر الصورة الرياضية له ثم اذكر ماذا يالف بمعامل الخطوة اقل من الخطوة القطبية دي هنقولها مع الشرح قبل ما نبدأ لو انا عندي هنا الخطوة القطبية بحاولها لك بمثال كده كبير شوية عشان تفهمه اذا قطع موصل ساعة مغناطيسية الاقطاب على زاوية مية وتمانين الاقطاب على زاوية كام مية وتمانين برافا ليه مشكلة كده طيب لو انا جبت مثال بسيط قدام حضراتكو على الورق متهيئة لمعامل خطوة تفهموا لوحديك لو انا عندي مولد ستة وتلاتين مجرى مولد كام ستة وتلاتين مجرى هالف الاقطاب على زاوية مية وتمانين درجة تمام هيديني مثلا ستميت فولت انا بقول مثال قبلك الزاوية على كام مية وتمانين وعندي ستة وتلاتين طيب انا مش هخلي الاقطاب على زاوية مية وتمانين يعني ايه هخلي الاقطاب زاوية اقل من مية وتمانين مثلا اي زاوية هقول مية واربعين درجة ركزوا شوية في اللي جاي لاني مهمة جدا في الحالة عملية ومش هيعمل هنا خط بقالك ستة وتلاتين انا اخليها اربعة وعشرين مجرى وتماتيك انت هتقولي ايه هتديني هنا ها ربعميت فولت اقولك لا ليه ربعميت فولت ما احنا متفين ستة وتلاتين بتديني ستمية فولت على زاوية مية وتمانين يعني كل اتناشر مجرى هتديني هنا كام ميتين فولت التلت بالتلت ودي على فكرة في السوق هتعرفها كويس قوي تبقى انا لفيت اربعة وعشرين مجرى هتقولي ربعمية لما جيت ايه الضغط وكان على زاوية مية واربعين اياً كانت المهمة اقل من كام من مية وتمانين لقيتها خمسمية وتسعين فولت يا عشر فولت بس مش مؤسرين قوي لكن وفرت كام اتناشر مجرى سلك وبرزبان وعازل وهروب مغناطيسي وفرت كتير كتير يبقى يفضل انك توضع الاقطاب على زاوية مية وتمانين ولا اقل ده اقل طبعا هو ده معامل الخطوة هو ده ايه معامل الخطوة اللي هو النسبة خبالك بقى من التعريف اللي يظهر لك على شاشتنا دلوقتي النسبة نقول مع الشاشة كده النسبة بين محاصرتين المجموعة البيانية القوة ده فالكارابية والمجموعة الحسابي لها في جانبي ملف يعني معامل التوزيع كان في جانب واحد لكن معامل خطوة في جانبي ملف شوف شاشتنا الجميلة هتطلع لنا تعريف هو ايه على الشاشة بيقول هو النسبة بين محاصلتين المجموعة لاتجاه القوة دفع الكارابية لجانبي ملف الى محاصلة المجموعة الحسابي لهذه القوة تعالوا شوف ايه تاني هيدينا ايه المميزات التوفير في ثمن المواصلات لانه وفرت تلت عدد المجاري تحسين شكل الموجة الجايبية للقوة الدافعة الكهربية اللي هو بيقولي هنا بالنسبة لكو ضين بيتا على اثنين المعدلة الرياضية بيتا هي الفرق بين الزاوية القطبية وزاوية اللف الجديدة الزاوية القطبية بين اولا ثاني وثالث ورابع ليه الزاوية مية وتمانين درجة بين الشمالي والجنوبي انا الافضل ليه والافضل ليه الصناعة ان انا اشتغل على زاوية مية وتمانين ولا على اقل من مية وتمانين اللي هي بنقول عليها معامل الخطوة قلنا لا نشتغل على اقل مية وتمانين بتوفر في ثمن المواصلات بتحسن شكل الموجة الجايبية كو ضين بيتا على اثنين بيتا هي الفرق بين الزاوية القطبية وزاوية اللف الجديدة لو جينا قلنا معادلة القوى الدفعة الكهربية معادلة القوى الدفعة الكهربية تفصيلا كتير اوي احنا مطالبين بيها بايه الاي بتسوي اربعة اربعة واربعين من مية في الف في الفاي في الزاوية في الدي اف في البي اف في خمس حالات او خمس بنود في معادلة القوى الدفعة الكهربية القوى الدفعة الكهربية اللي هي الاي ام اف الالترنتيك فيلد دي بالفولت الفاي اللي هو الفيد لكل قطب بالويبر اف في التردد الزد عدد اللفات لكل وجه ادي اف في معامل التوزيع والبي اف في معامل الخطوة خد بالك لو جيت هنا سؤال وده بنحطار في كلنا وهنقوله العوامل المؤثرة خد بالك بالكلام اذكر المعادلة القوى الدفعة الكهربية المتولدة في المعادلة مع ذكر العوامل المؤثرة فيها يعني السؤال ايه العوامل المؤثرة في القفضة الكاف المتولدة في المؤيد الت��ففي تفرق في اللفز ما هي العوامل المؤثرة في جهد الموالد التعففي تفرق كتير جدا وبانتها تقول ايه double hand to double hand to double hand. ثاني ما هي العوامل المؤثرة في قيمة القافة الكاف المتولدة في المواد التعفقي هنا هتكتب المعادلة المؤثر من الفذ والتردد وعدد اللفات لكل وجه ومعامل التوزيع معامل خطوة. خمسة. لكن لو لقيت السؤال ما هي العامة مؤسرة في جهد الموالد التوافقي تفري كتير جدا دي لها عوامل تانية خالص. اخدوا بالكم من منطوق الكلام. قوة دفع كارابية غير الجهد الايه المتولد. فيهمنا? دي ايه? لان احنا بنقول الكلام ده ونركز عليه? عشان حنبتل يشتغل المسائل على معادلة القوة الدفعة الكارابية المتولدة في الموالدات التوافقية. المعادلة بتقول ايه? الامف بتساوي اربعة اربعة وربعين مية في الفاي في الف في الثد في بي اف في الدي اف. نقول تاني الامف للقوة دفع كارابير متولدة في الموالد التوافقي بتساوي اربعة اربعة وربعين مية في الفاي الفيد لكل قد وحدته الوبر. الاف البركوانس تردد محتدو الزفزبة على السمية. عدد اللفات لكل ود. اللفة لكل ود. البي اف في معامل الخطوة والدي اف في معامل التوزيع وليس لهم تمييز. ليه? معامل الخطوة ومعامل التوزيع ليس لهم تمييز. ايه واحد يبتدي يشتغل يقول امبير او تقول تقوات لا. ليه? في قاعدة رياضية بتقول ان المعامل نسبة والنسبة لا تميز. والدليل كوزين فاي جتا فاي بتطلع نسبة تمانية من عشرة اربعة من عشرة ستة من عشرة ما بنكتبش قدام منها اي تمييز. ليه تاني? المعامل نسبة والنسبة لا تميز. تعالوا نشوف معنا مع بعض ابنان وبناتنا اللي جاي بعد كده اللي احنا قلنا. العام مؤسرة في معادلة القوة الدفع الكاربية المتولدة في الموال التافقي. معامل التوزيع. معامل الخطوة. التردد. الفيض المناطيسي. عدد اللفات لكل وجه. وايضا معامل الشكل للموجة الجابية اللي هي الناتجة من معادات العام الماضي اللي بتطلع واحد واحد عشر من مية في مادة الالات. ايه رأيكم? يعني ما انت هكده الشغالين مع بعض ناخد مثال على معادلة القوة الدفع الكاربية. وعايز انبئ اتناي وبناتي على معلومة كويسة جدا في حل الرياضيات. دايما لازم تطلع البيانات. بس اتزدتنا في الرياضة تايما يقولك الدين المعطيات ايه? ما تقراش المسألة وتبتل يشتغل في الحل على طول. طلع المعطيات بتاعتك ايه? لان في بعض الامتحانات يجي يقولك انا شغال على مولادات تلات اول. طيب المسائل ملاش بالقياس. المسائل ملاش بالقياس. هي يقولك ايه? في سؤال مولد توافقي واجه واحد. انت شغال على تلات اوجه. اسمت على تلاتة. ضربت في تلاتة. المسألة راح. فدايما بنقول في حل المسائل نركز قوي ان احنا ناخد المعطيات مزبوطة. ناخد المعطيات ونكتبها قدام مننا. عشان كل ما اجي حل خطوة ابتدي اركز هو مكتوب مني تلات اوجه ولا وجه واحد. عدد اخطابها كام? زوجي ولا فاردي? التردد بتاعي اللي احنا عندنا في بلدنا خمسين. يا سيدي ممكن هو يقول لك مسألة فيها ستين. فلازم اكتب المعطيات قدام مني عشان ما فيش رقم يختلف معي. تمام? تعالوا نشوف المسألة اللي على شاشتنا النهاردة قناة التعليم الفني بتقول ايه? مولد تيار متردد توافقي ثلاثي الاوجه. يبقى انا عندي ايه? اول حاجة معلومة يسر الراس الاوجه. عدد اقطابه اربع قط. عدد اقطابه ما قالش عدد الازواج. وعدد المجاري اربعة وعشرين مجرم. وعدد المجاري بين جانبي كل ملف اربع مجرم. اه ده مديني خطوة قطية من قبل ما اشتغل? اه ده مديني خطوة جديدة خالص. اركز بقى شوف انا عمال ايه كل سؤال? او كل سطر? فاحسب. معامل التوزيع ومعامل الخطوة لهذا المحرم. عايزين تحلوا المسائل دي بسرعة? عايزين تحلوا المسائل دي بسرعة? ده معادل قوى الدفع الكرابية او معامل الخطوة معامل التوزيع? نقولها لكم كده. زملائنا الافاضل في التدريبات العملية في الورش في مدارسنا جميعا شغالين تقريبا في اللف اللي من دول. خطوات اللف طبقها. خطوات اللف. تلت خطوات في جميع المسائل بتاع معدد القوى الدفع الكرابية طبقها. نحوال هم لك كده. الخطوة القطبية لعدد المجاري الكلية على العيد الاقطب. الخطوة او عدد المجاري لكل وجه تحت كل القطب بتساوي الخطوة القطبية على العدد الاو. اخر وحدة الزاوية الكرابية اللي بنج queste الزاوية القطبية على الخطوة القطبية. ثلاث خطوات. الخطوة القطبية. ثم عدد مجال كل قطب تحت كل ود. ثم الزاوية الكهربية. اسكوا النهاردة. تبتري تشتغلوا في حل هذا المثال على شاشتنا. وان شاء الله لكم بالتوفيق جميعا. ويا رب يحفظ بلدنا. والى اللقاء في الحلقات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.